جريمة وحشية جديدة بحق الإنسانية ارتكبتها عصابة الحوث الباغية بحق تسعة مواطنين من أبناء اليمن ثمانية من أبناء تهامة أعدمتهم علنا وأمام الكاميرات متحدية العالم أجمع وضاربة عرض الحائط بكل الأعراف والقيم جريمة الهدف منها إرهاب اليمنيين وإذلالهم وتذكيرهم بأدوات حكم هذه السلالة العنصرية من بطش وتنكيل بالخصوم واغتيالهم معنويا وجسديا أعدموهم بتهمة المشاركة في عملية اغتيال صالح الصماد الذي لم يكن أحد حينها بحاجة لأن يرصد أو يحدد مكانه فقد حدده هو بنفسه بعد أن أرعد وهدد وتوعد من داخل مدينة الحديدة قبل مقتله بيوم واحد نشتي أبناء الحديدة في هذا الأسبوع يوجه رسالة للسفير الأمريكي يقولوا له با نستقبلك على خناجر بنادقنا أعدموهم بعد محاكمة سورية اعترتها عيوب جوهرية وخروقات جسيمة للقانون اليمني النافذ والشروط المحاكمة العادلة فلم يسمح الحوثيون للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم ولا للمحامين بالاطلاع على ملف القضية والترافع فيها في درجات المحاكم الثلاث الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا بل إنها لم تستمر في الاستئناف والمحكمة العليا سوى أقل من شهر واحد ولم يسمحوا أيضا لأهاليهم بزيارتهم ولم يتم تمكينهم من صور حكم المحكمتين الاستئنافية والاستئنافية والعليا أطراف متنفذة داخل جماعة الحوثي استعجلت تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين في محاولة بائسة لدفن القضية لأسباب يعلمها الراسخون منهم في صراع الأجنحة أما المتهمون المستهدفون الذين تم توريطهم في هذه القضية فهناك علامات استفهام كبيرة حول جعلهم كباش فداء فالشيخ علي بن علي القوزي وكيل محافظة الحديدة لم يتم ضمه إلى قائمة المتهمين إلا بعد ستة أشهر حينما ذهب إلى صنعاء في نوفمبر 2018 لأخذ دورة ثقافية حوثية وللمراجعة على اثنين من أقاربه متهمين في القضية فتم الزج به في السجن إلى جانبهم أما المتهم العميد عبد الملك أحمد حميد مدير أمن محافظة الحديدة حينها فقد كتب وصيته قبل ساعات من إعدامه كتبها بدم قلبه قبل أن يريقه الحوثيون قال فيها إنه لم يفكر مجرد تفكير بالتورط في هذه القضية وتحدث عن مظلوميته شاكيا هذه العصابة الباغية إلى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما المتهم محمد محمد المشخري حينما سأله القاضي عن اعترافاته أثناء التحقيقات فقال إنه مستعد لأن يعترف بقتل خير الوراء في حال طلب منه ذلك نتيجة ما تعرض له من تعذيب وحشي لانتزاع اعترافات منه بالتورط في هذه القضية المتهم عبد العزيز علي الأسود لم يقو على حمل نفسه ليس خوفا من مواجهة الموت ولكن لأنه تعرض لتعذيب وحشي من قبل هذه العصابة حيث قاموا بكسر عموده الفقري في معتقله وأعدموه قبل أن يصل السن القانونية وكذلك الحال مع بقية المتهمين فمنهم المدرس الذي لجأ للعمل في ورشة سمكرة سيارات ومنهم صياد الأسماك الذي لا يعلم عن القضية شيئا قضية أصدل الحوثيون الستار عليها بإعدام المتهمين فيها رحلوا جميعا إلى بارئهم مؤمنين بأن عدالة الله أقوى وأعظم وأنه بهم أشفق وأرحم لكن ما الذي سيقوله قاضي الأرض لقاضي السماء وقد أزهق هذه الأرواح البريئة بإدانات سياسية ومحاكمة غير عادلة أما عبد الملك الحوثي فلسان حال الشعب معه نعم أزهقت أرواحهم ويتمت أطفالهم ورملت نساءهم وأثكلت أمهاتهم لكن ماذا ستقول في يوم تشخص فيه الأبصار فعند الله تجتمع الخصوم ولا يمكن أن تنال بإرهابك من عظيمة شعب آمن بالعدالة والحرية والمساواة والديمقراطية فظلمك إلى زوال والانتصار على عصابتك ليس بالمحال بل قريب المنال فيصل الشبيبي اليمن اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر